بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعود الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إذا الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصدفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر أزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مسى إنسان ضبوا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خضله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجداء وقائمين يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكره الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضوا الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير مساف قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شد من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسر ألوبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم المشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأمهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكهم ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله مطاما إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نمر من ربه فويل للقاسية كلهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية طشع الضمنه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجبه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذو كل ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبرهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شرك أمام تشاكسون ورجلا سلمت لرجل هل يستوي أن مثلا الحمد لله بل أكثرون لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلر الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضي أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملوا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكير الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل سمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جبيعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأز قلوه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلى هم يستبشرون قل الله مفاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحر بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سرء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزمون فإذا مس الإنسان ضد دعالا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما متيتوا على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما بهم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقومين يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيموا إلى ربكم وأسلموا لهم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرهم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم بالطبكم من قبل أن يأتيكم العذاب أو بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه هي حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساكنين أو تقول لو أن الله هدى لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروا فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم ممثوى للتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازة لهم لا يمسوا السور ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأموني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحفطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بعميره سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أراه ثم منفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ومضع الكتاب وجيء من نبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فأفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتنون يتنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن أفضت كلمة العذاب على الكافرين بينا دخلوا أذوأ بجهل وخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلواها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون في حمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين